وقد انتهى المجلس إلى ما يلي أولا الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف ثانيا تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من يونيبه بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الطاقة ثالثا تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة أو من يونيبه بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة رابعا تفوض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من يونيبه بالتباحث مع الجانبين البولندي والطاجيكي في شأن مشروعي مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية ووزارة الزراعة في جمهورية الطاجكستان للتعاون في مجال الزراعة خامسا الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية موزنبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية سادسا الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا بشأن إنشاء لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا سابعا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة ثامنا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الإشرافية في جمهورية الصين الشعبية تاسعا تفويض معالي رئيس أمن الدولة أو من ينيب بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بيان تعاون بين الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز الاستخبارات المالية الياباني في لجنة السلامة العامة الوطنية في اليابان في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب عاشرا الموافقة على قيام وكالة الفضاء السعودية بالتنسيق مع وزارة الخارجية باتخاذ ما يلزم في شأن الانضمام إلى ميثاق تأسيس المرصد الفضائي للمناخ حدي عشر تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية أو من ينيب بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ومجموعة الصين للإعلام في جمهورية الصين الشعبية ثاني عشر نقل الإشراف على متحف السلام في المدينة المنورة إلى وزارة الثقافة ثالث عشر الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدم وسائل النقل العام رابع عشر تعين الاستاذ رامي ابن خالد التركي والاستاذ خالد ابن صالح الخطاف ممثلين من القطاع الخاص عضوين في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية خامس عشر تعين الأستاذ محمد بن عبد العزيز الشتيوي وتجديد عضوية الأستاذ الجميل بن عبد الله الملحم والمهندس يوسف بن حمد اليوسفي من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي سادس عشر الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشر وذلك على النحو التالي ترقية خلف ابن علي بن مغيث الحبة الشمراني إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشر برئاسة هيئة الأركان العام للقوات المسلحة ترقية عطيها ابن أحمد بن ردة العبيدي المالكي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشر بالقوات البرية الملكية السعودية ترقية سلطان ابن عبد الرحمن بن إبراهيم الرويشد إلى وظيفة مستشارة هندسة معمارية بالمرتبة الرابعة عشر بالقوات البحرية الملكية السعودية ترقية صالح بن محمد بن صالح علي الحديثي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشر بالقوات الجوية الملكية السعودية ترقية المهندس علي بن سعيد بن يعن الله الفقيه الغامدي إلى وظيفة مستشارة هندسة مدنية بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الدفاع ترقية فهد بن سعيد بن عايض بن سرحان المفلح إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة النقل والخدمات اللوجستية كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المنضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية لوزارتي الدفاع والرياضة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك المنضوعات ترجمة نانسي قنقر